كريم ما هي شروط حزب الله في هذه المفاوضات ما هي شروط حزب الله في هذه المفاوضات نفس الشرطين اللي طرحهم السيد نصر الله في آخر خطابه كان يحرروا مسا لأن لهذه العمليات قدرة تأثيرية على الجبهة الشمالية وعلى المستوطنين الذين عجروا من فلسطين المحتلة وهم بمئات الألاف أصلحوا الآن وأيضا له تأثير كبير على قدرة المقاومة في غزة من أجل تخبيط موقع لعدم استماح لعدول استعيق لدرب قدرات خماس أو قضاء الحمال الأمر الآخر لن يعود مستوطن إلى مستوطنات الشمال فلسطين المحتلة إلا بوقف العدوان على الغزة هذين الشرطين أنه الآن أضافة شرطا جديدة كانت أنه عودة الأسرة بدون شروط في غزة وعود مستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة أيضا بشروط جديدة وهو يريد أن يصب معادلة الآن أنه تهجير أداء الجنوب من قرائهم من قرائهم أيضا بيدور شرطا جديدا على مسأل التقاول حزبه لا يقوم بوقف العدوان على الغزة ولن يعود مستوطن إلى محتلة إلا بوقف العدوان على الغزة هل صحيح سيد حسان سيد حسان عذر المقاطعة هل صحيح أن نتنياهو يعمل بمسارين الأول هو ضرب الدفاعات حزب الله والمسار الثاني هو اعتماد استخدام الحرب النفسية والإعلامية من أجل زعزعة ثقة جنود أبناء المقاومة هل هذا صحيح؟ لو كان هذا بمغدوره على فكرة هو الساعة من خلال تجميع الإرهابية فيه الضحي والإكتالة المتتالية لقابة كبار في المقاومة لكان وجدنا أن في الميدان الآن أصوات ترتفع لتقول لسيدنا الصلاة والمقاومة لا نريد أن نكمل في هذه الحرب أما وقد قصل ما قصل في الأيام الماضية من خلال الترويع كما يقال والصدمة من أجل تأثير على بيئة المقاومة هذا لن يجدي نفعا أنا باعتقادي أنا من الناس الذين قدموا شهيدة في والدة زوجتي على طريق القدس ونحن وأبناء هذه العائلة نقول لسيدنا صلى الله عليه وسلم ولبيئة المقاومة وللمجاهدين أكملوا المسير ونحن وراءكم كل هذا التدمير وهذا التجزير والقتل في الميدان لم يجدي نقعا لأن هذه التجربة مع المقاومة منذ عام 48 بيئة المقاومة تتعرض للإكتيال وتتعرض للإستيداد القرى الأمامية طالما تعرض للإكتيالات وأيضا للتدمير وهناك مجازة ارتكبة مواكبة وتوأمة مع فلسطين نحن وأبناء فلسطين منذ تماما منذ الأربعينات معاني لذلك هذا الأمر ليس جديد على أبناء قرى الجنوب